السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهارة ان شاء الله هنحل الأداء المنزلي أو الواجب المنزلي للأسبوع الثالث في مادة الساينس نيجي نشوف أول سؤال عندنا في الهومورك choose the correct answer number one the human transportation system is called كلمة transportation يعني نقل يعني الجهاز بتاع النقل في الإنسان اسمه ايه؟ اسمه digestive لا طبعا ده الهضمي circulatory ولا respiratory التنفسي طبعا هو circulatory اللي هو الجهاز الدوري الجهاز اللي بينقل الدم في كل أنحاء الجسم فده الجهاز اللي اسمه human transportation system اسمه circulatory system type number two the plant absorbs what gas or which gas during the process of photosynthesis يعني plant هيمتص أنهي جاز during يعني أثناء عملية ايه؟ الفوتوسynthesis اثناء عملية البناء الضوء هياخد أنهي جاز هياخد ايه؟ هياخد طبعا الـ oxygen ولا carbon dioxide ولا nitrogen لا طبعا هياخد الـ carbon dioxide احنا عرفنا في الفوتوسynthesis process هو بيحتاج بياخد carbon dioxide وفي النهاية بيخرج ايه؟ الـ oxygen تمام؟ طيب number three the A is considered as an organ of the circulatory system ايه هو الـ organ ايه هو العضو بتاع circulatory system ايه أهم عضو في circulatory system اللي هذا الدوري يعني الـ skin ولا الـ heart ولا الـ brain لا طبعا الـ heart هو ايه الـ organ او اهم organ موجود في الـ A في circulatory system القلب هو العضو بتاع circulatory system طيب number four the heart consists of how many chambers chambers دي يعني غرف يعني القلب بتكو من كم غرفة يعني غرفة يعني قوض لا يعني أماكن صادية عنده أربع أماكن صادية علشان دول اللي ايه بيجمع فيهم الدم أو بيضخ منهم الدم فانا عندي three ولا four ولا five لا عندي four عندي two upper chambers اللي هما اسموهم الـ atria والtwo lower chambers اللي هما اسموهم الـ ventricans تمام نيجي نستئلي لبعض put true or false sign هنحط صح وغلط يعني علامة صح وغلط number one the arteries and veins in the human body are similar to the vessels of xylem and the phloem in transporting water and food الـ arteries وال veins بيبقوا similar بيبقوا متشابهين للـ vessels بتاعة الأوعية بتاعة الزايلام والفلويم اللي موجودين في الايه في الـ plant يعني أنا عندي في جسني arteries و veins ذا كإنسان يعني هي دي اللي بتودي أو بتوزع الأكل والووتر والأكسجين لكل أجزاء جسد وفي النبات عنده برضو two vessels اسموهم xylem يبقى صح ولا غلط يبقى صح طبعا عندنا الإنسان الـ transportation system بتاعه اسمه سركولاتري system جهاز نقل اللي بينقل الدم بالأكل بالأكسجين بالحاجات دي وعندي في النبات برضو جهاز النقل اللي هو transport system برضو بينقل الفود وبينقل الووتر وبينقل الأكسجين يبقى صح طيب number two glucose provides the plant with the energy that needed for growth and survival الجلوكوز هو اللي بيدي اللي بيحتاجها علشان يلمو الجروس بتاعها عشان النمو والحياة بتاعتها طبعا صح والجلوكوز هو اللي بيدي اللي ايه للكلانت الجلوكوز ده اللي هو اللي بينتج من طيب number three blood moves in the arteries and veins in two directions البلود ماشي في في الشرايين والأوريدة بتاعتنا في two directions لأ طبعا غلط احنا قلنا وإحنا بنشرح إن دايما البلود بيبقى يعني أنا مثلا فيه الدم اللي فيه أكسجن بيبقى ماشي في اتجاه واحد نحكة كل الجسم ماينفعش بقى ييجي دم بيعكسه في الاتجاه المعاكس خالوا أنتو طريق كده فيه عربيات والعربيات ماشي عكسة بعض ما هتوقف بعض نفس الفكرة لو الدم بماشي في اتجاه المتعكسين فهيوقف أصلا الدم مش هيمشي فالإنسان هيموت يبقى لازم الدم يموف in one direction عشان قللي في اتجاه واحد بس طيب بنيجي بقى الريت the scientific term number one vessels that transport water and the nutrients from the roots to the parts of the plant الفيسلز اللي بتاخد الووتر وبتاخد معاها كمان النيوترينز من عند الروت عشان توصلها للأجزاء بتاعت الكلانت طبعا دي الفيسلز بتاعت الايه بتاعت الزايلم أخد بالي أنا كان عندي two types of vessels الزايلم هو اللي بينقل الووتر والنيوترينز واللي بينقل الفود هو الفلوين طيب number two vessels that transport blood rich in carbon dioxide and a little oxygen and the nutrients from the parts of the body to the heart الفيسلز اللي بتنقل blood rich in carbon dioxide اللي مليان carbon dioxide نقولنا فيه عندي two vessels اللي بينقلوا الدم الارتريت والدين طب مين اللي بتنقل الدم اللي rich in carbon dioxide طبعا بتبقى الهينز اللي هي الأوردة اللي فيها الدم اللي فيه carbon dioxide عشان يرجعوا تاني للنونجس عشان تبلاه بالأكوزين طيب number three a group of tubes that transport important nutrients in one direction between parts of the plant group of tubes بقى مجموعة من tubes tubes كلها اللي بتنقل الـ nutrients في اتجاه واحد بس في النبات طبعا ده اللي هو ايه plant transport system ده جهاز النقل في النبات كله بقى مش هنقوز زايرا ولا فلوين هم كله على بعض عشان قالني a group of tubes يبقى ده plant transport system ده جهاز النقل في الايه في النبات طيب number four they are small dark parts located in the middle of the flower حاجات صغيرة خالص ودارك غمقة موجودة في النص بتاع الفلاور طبعا دي مين دي السيدز الجزور هي اللي حاجات صغيرة موجودة في center أو in the middle of the flower في منتصف الظهرة زي بتاعة الـ sunflower كده بتاعة عباد الشمس بيبقى موجود جواها الـ seeds طيب تمام فلصنا كده الشرح بتاع الـ homework أو الحل بتاع اسئلة الـ homework ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ونستنى بقية الفيديوهات ان شاء الله سلام ترجمة نانسي قنقر